نظرية المؤامرة أو المختبرات هذه ليست جديدة حقيقة لعلها بلغت ذروتها في الـ HIV أو فيروس نقص المناعة الآدمي مع ظهور الإنس منتصف الثمانينات ومن ثم تجددت مع فيروس السارس ومع الـ H1N1 الخنازير والطيور وعادت إلينا مع كورونا دائما هذه لكن من الناحية العلمية هذه فيروسات معروفة وتركيبها جزئي معروف وأيضا معروف أنها تتعرض إلى طفرات جينية تزيد من ضراوتها فمثلا لو تكلمنا عن الـ H1N1 أو حتى عن الكورونا العادي كما ذكرنا الكورونا يسبب أكثر من 40% من نزلات الرشح العادية ولا يسبب أي مشاكل وهو معروف من الستينات ولكن حصل طفرة جينية في السارس وفي الكورونا الأخير وهو أداء إلى أنه يكون أكثر ضراوة ويسبب مشاكل